موسيقى التي كان مفروضا يخوضها فريق الويداد البيضوي أمام فريق الجيش الملكي الأسبوع المقبل برسم الدورة الحادية والعشرين من الدوري الاحتراف في اتصالات المغرب بسبب التزامات الويداد بالمنافسات القارية موسيقى وفي قبل أخر مونية أبناء بادو الزاكي مدر فريق شباب بالوزداد الجزائري عصر اليوم السبج بأول هزيمة بالدوري المحلي أمام النادي الرياضي القسنطيني بنتيجة شدفين مقابل الهدف الواحدة برسم الدورة الثانية والعشرين من الدوري الجزائري وسجل متوسط ميدان فريق القسنطيني اللاعب الهادي بالعميري هدفين المتتعليين في الدقيقتين الخامسة والعشرين والثانية والعشرين من عمر الجولات الأولى بينما تمكن اللاعب حميد محمد الأمين من تشجيع الهدف الأول والوحيد لبلوزداد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة موسيقى عدد ريس مرباح الكاتب الإداري لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم سابقا لفريقه الأم ليشغر مهاما جديدا بالقلعة الحمرة بعدما كان قد تمت إقالته في وقش سابق وعلمت شوف تيفي من مصادر الخاصة والقريبة من أصوار النادي الأحمر أن مرباح هذا الفريق الوداد ليشغر مهاما إداريا بالفريق وأصبح بعيدا عن دكات البودلة للوداد موسيقى ودوليا أكد الأرجنتيني إخوان أنتونيو والمدير الفني لمنتخب الشيلي أن فريقه سيد أبو المشاركة في كأس القارات بهدف الاستمتاع بهذه التجربة وفي نفس الوقت المنافسة مع الرغبة في الفوز بالبطولة وأشار أنتونيو خلال حواره مع موقع الرسمي للتحاد الدولي لكرة القدم أعتقد أنه ينبغي علينا الاستمتاع بهذه المكافأة دائما مع الرغبة في المنافسة والفوز بهذه الكأس بهذا الخبر قد نكون وصلنا وإياكم إلى نياشة الموجز مشاهدين الكرام ترقب الموجز الرياضي القادم رفقة رشيد محمودي هذا محمد بوحوت يحييكم دمتم في رعيش الله وحفظه إلى اللقاء